خليني أحكي عدة أمور في هذه القصة اللي هي تعبير عن قدرة لهوت المسيح السرمدي بالحقيقة في هذه المعجزة تجلت شخصية المسيح بأجمل صورها إذ نرى أولا نرى علمه الغير محدود لقد رأى إيمان الأربعة والمفلوج أيضا لقد رأى العلة الحقيقية للمرض كانت المشكلة الخطيئة قال له يا بني مغفورة لك خطيئة فشاف العلة الحقيقية لهذا المفلوج ثم رأى يعني وكشف وفضح أفكار رجال الدين لأنه كانوا يخافوا من المواجهة أمام الناس ولكنهم كانوا يقلون في قرارة قلوبهم ولكن العالم بكل شيء علم أفكار قلوبهم قال يسوع لماذا تفكرون في قلوبهم عرف الرب يسوع الحجة اللي بيتمسك بها أعداء عليه طبع السؤال أليس غفران الخطيئة غير منظور طب شو استفدنا أنك أنت قلت لهذا المفلوج مغفورة لك خطيئات أليس حقيقة أنه غفران الخطيئة هو شيء غير منظور بكلمات أخرى كأنهم يقولون أرنا البرهان برهان مادة أرنا البرهان المؤيد والمصداقي لهذا الإدعاء ولكن هم يفكروا الرب يسوع قطع عليهم الطريق واستل من أيديهم سلاحهم وطعنهم في الصميم وأجابهم يعني لماذا تفكرون في قلوبكم وكان رد المسيح على هؤلاء الناس كان قال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك فقام بالحال للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجد الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط فإذن المسيح هو العالم بكل شيء في يحنى إصحاح 2 مكتوب لأنه عالمه ما كان في الإنسان في يحنى 5-6 تعرف المشكلة الحقيقية لمريض بركة بيت حزدة هذا رآه يسوع مضجعا وعالمه أن له زمانا كثيرا فقال له أتريد أن تبرأ وعلم المشكلة الأساسية في هذا المريض في نفس الإصحاح في يحنى 5 آية 14 فوجده يسوع وقال له لا تخطئ لألا يكون لك أشر عرف المشكلة الأساسية في حياة هذا المفلوج فإذن أحبائي يسوع هو العالم بكل شيء في يحنى إصحاح 13 والآية 3 مكتوب يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي أحباء ابتدى المسيح بالشفاء الروحي وهذا الأهم ثم الجسد بالحقيقة لقد فعل يسوع المسيح معجزتان الأولى غير مرئية والثانية مرئية فإذن هو العالم بكل شيء اشتركوا في القناة